أهلا بكم في التكملة ثانيا أخذ محمد مشاعر أم إبراهيم في الجزء الأول من القصة وعطاها لأم موسى ثالثا ما ترويه الأسطورة عن النمو الفائق لإبراهيم بتصوير المبالغين فيه لدرجة أن أمه لم تعرفه هو كالعادة ما صلحنا عليه بقصص ميلاد المقدس أو البطل فيمكن مماثلة هذا مع ما تحكيه بصورة عاطفية أكذوبية مضحكة مرضعة محمد حليمة السعدية الهوازنية في السيرة النبوية لإبن هشام عن ابن إسحاق قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجذب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم وإذا كم إسرحوا حيث يسرحوا راعي بنت أبي ذويب فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصيلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا جفرا أي عظيم الجسد عظيم جوف الصدر رابعا واضح أن أسطورة إسراء محمد من مكة إلى المسجد الأقصى هيكل سليمان عند أطلاله في ريدة واحدة وهي الرحلة التي تستغرق شهرين ذهابا وإيابا مأخوذة ومسوحات من أسطورة رحلة إبراهيم الطفل من أور الكردانيين إلى بابل في يوم واحد خامسا ما ترويه الأسطورة هنا عن إسقاط إبراهيم للأصنام في قصر الملك يذكرنا بأسطورة رواها ابن هشام في السيرة النبوية عن إسقاط محمد لأصنام الكعبة المحيطة بها لما فتح مكة واحتلها وجعل يقول وهو يفعل ذلك قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما أشار لصنام بعصاه إلا خر ساقطا لوجهه أو قفاه هكذا تقول قصته الأسطورية ولو أن الحديث الأخرى الصحيحة أكثر عقلانية ومزاقية تقول أنه كان يرزمها بالعصى التي في يده قال ابن هشام وحدثني من أثق به من أهل الرواية في إسناد الله عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته فطاف عليها وحول البيت أصنام مجدودة بالرصاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الإسراء واحد وثمانون فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقي منها صنم إلا وقع فقال تميم ابن أسد الخزاع في ذلك وفي الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الثواب أو العقابة هذا إسناد ليس فقط ضعيفا بل هو معضل وهذا حديث خرافة ولكن رواها البخاري والضرط له وكذلك مسلم والترمذي ثلاثة ألاف ومئة وثمانية وثلاثون بشكل صادق هكذا أربعة ألاف وستة وثلاثون حدثنا صدقة ابن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي النجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق البطل جاء الحق وما يبدأ البطل وما يعيد الحديث الفان وثلاثمائة وستة واربعون حدثنا عبي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق البطل الآية هناك أسطورة مشابهة بأناجير الطفولة أنه عند قدوم المسيح الطفل لمصر تهاوت أصنامها سابسا أخذ محمد قصة خروج نمرود في زنته والسلطانه وثروته وأعطاها لقارون قورح بين قوسين سابعا ادعاء الملك نمرود على إبراهيم أنه ما زال جالسا في النار وأنها لا تؤثر فيه وأن يسحر الناس بيروها جنة غناء مبهجة يذكرنا بأحاديث محمد عن المسيح الدجال أنه يأتي ومعه جنة على شكل نار ونار تبدو للناظر كأنها جنة وهنا يريد المؤلف المصادر باللغة الإنجليزية عن قصة طفولة يسوع وتحطيمه للأصنام ثم يكمل المؤلف روى الإمام مسلم الحديث 1994 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار الحديث 1934 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تؤجج فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد وإن الدجال ممشوح العين عليها ظفرة غريضة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب الحديث 1934 حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى والضبض له حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي ابن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فالدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماءه نار فلا تهلكوا الحديث 1935 قال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث 1934 حدثنا عبيد بن حجر حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أقبة بن عمر أبي مسعود الأنصاري قال انطلقت معه إلى حذيفة ابن اليمن فقال له عقبة حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع فالذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب فقال عقبة وأنا قد شمعته تصديقا لحذيفة الحديث الفان وتسعمائة وخمسة وثلاثون حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم والضبض لابن حجر قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم ابن أبي هند الربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة أبو مسعود فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه نهرا من ماء ونهرا من نار فأما الذي ترون أنه نار ماء وأما الذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار فإنه سيجده ماء قال أبو مسعود هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الفان وتسعمائة وشتة وثلاثون حدثني محمد بن رافع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيا عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالذتي يقول أنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه وروا البخاري الحديث سبعة آلاف ومئة وثلاثين حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماءه نار قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيا عن أبي سلم سمعت أبا هرير رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بمثل الجنة والنار فالتي يقول أن الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قامه وروا الإمام أحمد الحديث أربعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من الألم فله أربعون ليلة يسيحها في الأرض اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشهر واليوم منها كالجمعة ثم سائر أيامه كأيامكم هذه وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا فيقول للناس أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر كافر مهجاه يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب يرد كل ماء ومن هل إلا المدينة ومكة حرمهما الله عليه وقامت الملائكة بأبوابها ومعه حبال من خبز والناس في جهد إلا من تبعه ومعه نهران أنا أعلم بهما منه نهر يقول الجنة ونهر يقول النار فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة قال ويبعث الله معه شياطين تكدم الناس ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس لا يسلط على غيرها من الناس ويقول أيها الناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب عز وجل قال فيأفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر فيقول يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيف فيقولون هذا رجل جنيج فينطلقون فإذا هم بإيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فليصد بكم فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه قال فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيمشي إليه فيقتله حتى إن الشجرة والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان يدبعه أحدا إلا قتله نهاية الحديث ملاحظة من أندي لاحظ أن الله هو الذي يرسل كل هؤلاء الشياطين وكل هؤلاء الأشرار فيبدو أن إله الإسلام هو الشيطان نهاية الملاحظة وروا الإمام أحمد الحديث أربعة وعشر ألف وتشعمائة وخمسة وخمسون حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال أن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة ناتئة فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجل فوجده تحت قطيفة يهمهم فأذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فاخرج إليه فخرج من القطيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لو تركته لبينه ثم قال يا ابن صائد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال فليس عليه فقال أتشهد أني رسول الله فقال هو أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله آمنت بالله ورسوله ثم خرج وتركه ثم أتاه مرة أخرى فوجده في نخل له يهمهم فأذنته أمه فقال يا عبد الله هذا أبر القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لو تركته لبينا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع أن يسمع من كلامه شيئا فيعلم ما هو هو أم لا قال يا ابن صائد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال أتشهد أني رسول الله قال هو أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله فليس عليه ثم خرج فتركه ثم جاء في الثالثة أو الرابعة ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب في نفر من المهاجرين والأنصار وأنا معه قال فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا ورجاء أن يسمع من كلامه شيئا فسبقته أمه إليه فقالت يا عبد الله هذا أبر القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قاتلها الله لو تركته لبيا فقال يا ابن صائد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال أتشهد أني رسول الله قال أتشهد أنت أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله فلبس عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن صائد أنا قد خبأنا لك خبيئا قال الدخ الدخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ اخسأ فقال عمر بن القطاب رضي الله عنه ائذن لي فأقتله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلست صاحبه إنما صاحبه عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وإن لا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا أنه الدجال تعليق من أندي هذا الحديث يظهر مدى جبن محمد وأنه كان يرتعد لرؤية خرافات وأشياء سخيفة كهذه يعني مجرد الطفل ليست له عين يعني أحد عينيه غير موجودة بينما هو يرتعد رعبا منه نهاية التعليق حديث صحيح على شرط مسلم وروا ابن ماجة في كتاب الفتن باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم الحديث أربعة ألاف وسبعة وسبعون حدثنا عدي بن محمد حدثنا عبد الرحمن المحارب يديو عن إسماعيل بن رافع أبي رافع عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو وعن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة الباهلي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه فكان من قوله أن قال أنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وأن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خالج فيكم لا محالة وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل مرئ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيبعث يمينا ويبعث شمالا يا عباد الله فاذبتوا فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب ملاحظة من عندي هذا يظهر أن محمد كان يعتقد أن لله عينين وأنه ليس بأعور لهذا السبب نهاية الملاحظة وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بدا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم وإن من فتنته أن يقول لعرابي أرأيت إن بعث لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني يدبعه فإنه ربك وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقيني ثم يقول انظروا إذا عبدي هذا فإني أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك فيقول ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك من اليوم قال أبو الحسن التنافسي فحدثنا المحاربي حدثنا عبيد الله ابن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة قال قال أبو سعيد والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر ابن الخطاب حتى مضى لشبيله قال المحاربي ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تمبت فتمبت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تمبت فتمبت حتى ترحم عشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته حتى ينزل عند الضريب الأحمر عندما انقطع السفخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتفني الخبيث منها كما ينفل كير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ قالهم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصدي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى يصدي بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصدي فإنها لك أقيمت فيصدي بهم إمامهم فإذا امصر فقال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتحوا ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساجن فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب الرد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعالى أقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنة والسنة كالشهر والشهر كالجمعة وآخر أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمشي فقيل له يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صدوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقصطا يدق الصديب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسع على شات ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتفر الولدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش مركها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بأهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال وتكون الفرس بالدريها مات قال يا رسول الله وما يرخص الفرس قال لا تركب لحرب أبدا قيل له فما يغلي الثور قال تحرث الأرض كلها وإن قبل خروج الدجال ثلاثة سنوات شزاد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطارها ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطارها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات الظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان قال التهليل والتكبير والتزبع والتحميد ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام قال أبو عبد الله سمعت أبو الحسن التنافسي يقول سمعت عبد الرحمن المحارب يقول ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب تعليق من عندي ولهذا السبب فقد أصاب الصبيان المساكين بالعقد النفسية وبالجنون لأن هذه قصص مضحكة فعلا مضحكة يعني تشيب الأهل ولدان والشر البدية ما يضحك نهاية الملاحظة ولهذه القصص أساند كثيرة فنكتفي منها بهذا القدر والطرف الصالح الوافي منهم ثامنا أعطى محمد ما فعله أمراء نمرود ونمرود والشعب البابلي في قصة إبراهيم لما رأوا معجزة نجاته من النار إلى قصة موسى ومعجزة عصاه التي تحولت إلى ثعبان يسعى أكل كل ثعبين السحر المصريين ونلاحظ حتى قولهم إله إبراهيم على غرار جملة آمنا برب العالمين رب موسى وهارون في قول السحرة في القرآن تاسعا كل مواعظ محمد التي تأتي في القرآن بلافظ لا تضر ولا تنفع أو لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا مثل ما ورد كمثال في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الفرقان الآية ثلاثة وغيرها من آيات فهذا اللفظ والتعبير لا يوجد في الكتاب اليهود المقدس نعم يوجد تعبير أنها بدافائدة وأنها لا تضر ولا تنفع لكن لا يوجد في كل دراسة لكتاب اليهود تعبير لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا هذه مبالغة في التعبير والتفكير لأن هذا مفروق منه حسب عقيدة اليهود فهي مجرد حجارة وهذا التعبير أخذه محمد من قصة إبراهيم الهاقالية كذلك قول الأمراء والناس الرب هو الله في السماء فوق وعلى الأرض تحت لا أحد آخر هذه مماثلة لآيات القرآن مثله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم الزخرف 84 أما قول إبراهيم للناس لما سجدوا له يخلص من كل الأمراض الذين وضعوا ثقتهم فيه فهناك احتمال كبير أنه من هذا النص استمد محمد قول إبراهيم لقومه في القرآن الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويشقين وإذا مرث فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين شورة الشعراء 78 إلى 82